هدأت الحرب نسبيا في سوريا فعادت إلى الواجهة قضية سريقة السيارات التابعة لمكاتب تأجير السيارات في لبنان والتي في معظم الأحيان يتم تهريبها عبر الحدود اللبنانية السورية ومنها إلى العراق وأرمينيا وبلدان أخرى أصحاب مكاتب تأجير السيارات وبعد عمليات سريقة حصلت في كسروان وجبيل وبيروت والمتن رفعوا الصوت عبر تلفزيون لبنان لك سرقة السيارات كانت قبل الحرب بسوريا كانت كثير عم تنسرق من جونيا من بيروت مع ملتان تنسرق بتطلع على المناطق القريبة على حدود سوريا ومن هناك بتتهرب على سوريا سوريا تركيا أرمينيا العراق وبتروح السيارات بالحرب بسوريا خاصة وقتا كانت المشاكل يعني بأوجع زبدك بسوريا خفيت هيدا السرقات ليه لأ ما بق فيه مطلعون على سوريا هلا جعنا لحظنا من بعد ما رائد بسوريا انه رجعت بلش السرقات عن أول وجديد يعني ليلة السبت سبت الماضي سيرقين ست سيارات بيناتن هن سيارة مقلق لنا اللي هي جيب أس يو في طيب الناس اللي عم بيصرقوا السيارات عم بيرجعوا يتواصلوا معكم؟ بيرجعوا بيتواصلوا يعني قبل كانوا يرجعوا يتواصلوا أو يرجعوا يدقوا حدا على المكتب مثلا مرحبا نحنا اخدي لكم هالسيارة من رقم مشفر أو خط يكبوه وبدنا هالقدم بها بس نحنا ولا مرة جراينيهم بالموضوع كنا دايما نروح عند الجهات المعنية المختصة بهالموضوع نعطي التقارير والبيقدروا يجيبوه يجيبوه أحد السيارات التابعة لأحد المكاتب اللبنانية والتي سرقت في 2008 موجودة اليوم في العراق مع رقم عراقي يحدد المنطقة والمحافظة والمالك وإشارة مكتب الإيجار لازلت عليها سرقلنا جيب في 2008 مؤخرا بالصدفة إذا بدك كان في عنا زبون موجود بالعراق بمنطقة معينة وشيف اللوغو نحنا بنحط لوغو على السيارة منتل ماجنتيك بلزق ما بني خلص بيصير صعب طيب إن شاءل فمن وراء اللوغو عارف أنه هالسيارة تابعة لأقلنا وخبرنا أنه شوفت السيارة هون هون نحنا كمان عطينا هالتفاصيل للجهات المعنية على أمل أنه تتصرف وتقدر تلقي لنا نتيجة تقدر تلقي لنا حال عصابات وصرقة السيارات في لبنان قضية ليست بجديدة وكل ما يطلبه هؤلاء أمنا وأمانا وحماية يعني مفروض بهذا الوضع هلأ بهذه الدولة هلأ لأنا إياها مفروض أنه يكون فيه انتباه على السيارات يعني مثل ما بعف حدا على الحدود أنه معقول مثلا سيارة سرقت من جونة من جونة للمناطق إلى حدود السورية كما في حاجز بوقف بيسأل عن لورا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر